السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة عمل بخاليني باللوز او الكريمة اللوز اللي كي جوني عليها العديد من الاسئلة بالنسبة لسيدات غير مغربيات سبق لو حضرت معكم حلويات بدون فرن بهد البخاليني وكذلك الفيتين اللي غدي نتكر لكم في الفيديو ونوريكم منينة نشريه والعلبة نساعه هنا عندي اللوز 120 جرام اللي اخدته بالقشرة نساعه يكون لوز بلدي اللوز البلدي منين تناخدوه وتنمسحوه تنخلوه الفرن تنحمروه على نار متوسطة بهذا الشكل هذا كيف ما غدي نشوفه معي كيكون لو نتاعو لاني نحاولوا ما امكان انا ما نفوتوش ليه تحمير نتاعو مش ما يتلقش لنا المرورة هنا بالنسبة للسكر كيكون نفس القيمة لكن انا نقصت خليه 80 جرام اذا نقصنا من السكر فكن نوضعو واحد الملعقة انتع الزيت هاكا باش انه يعني كيطل علينا بزيادة دوكزيوت انتعو احنا بغيناه يكون لنا بحال شكل ديال الكريمة كيف ما غدي نشوفه معي من من بعد بالنسبة للوز فاش حمرتوه كيكون مازالة سخون وكنتحنوه بالنسبة اخواتي للطحن كيبغي وحد شوية ديال الوقت وصبر اني كنبقاوك نتحنوه كنعاودو مرة اخرى ومرة اثنين وثلاثة في الاول غدي يجيكون في حال العقدة يجمع لكن بقاوك نتحنوه كنتحنوه نعاودو حتى كيعطينا شكل اللي شفته معي دعبة فان شاء الله غدي ينطحن ونعاود ومن بعد نلتاقيو فهنا كيف ما شفته معي انا ضفت ملعقة من زيت صغيرة واعطاني هاد العجين هادي لكن بقايت كنخدم فيها وكنعاود وكنخدم وكنعاود دروري من هاد المسألة اخواتي باش كي تعطانا ديك البخاليني انت عنا تقدر كذلك تديروها بالبندق او تريوه جاهز لكن نحضره في البيت يكون احسن هدي نكمل كامل كمية هنا بالنسبة الفيتين اللي كي جنعلي حتى هو العديد من الاسئلة لان يعني دائما كنخدم بهاد المواد الثاني مع بعضياتهم اللي هو البخاليني مع الفيتين اللي غدا نلقاه في كارفوه او في اي سوبر ماركت في الجهة اللي كي سبعوا فيها البسكويت اللي كيكونوا شوية غاليين تمن تاعم ما غاليش يعني ججره عفوا ججز دولار او نص او لتنين دولار او نص او لتنين دولار او نص اسميتو كراب دونتيل كيف ما كتشوفو معايا كينو حد نوع اللي هو اسمر لكن انا كناخد اللي هو هاد شكل هادا اللي كيكون خفيف ها كا شوية فهنا كيف ما شوفتو معايا كيكون يعني فيه او 12 حبه يعني بهاد شكل هادا 6 معا 6 غدي نفتحو غدي نشوفوه معايا انا في العادة كان صيفت عليه من المغريب او كي صيفته اللي امورين دارنا او كي جيني لكن في هاد الظروف هادي ما كان حتاشي حده برجي او حبيس اناني نوريه السيدات اللي ممكن انهم او يصعب عليهم انهم يتحصلوا عليه ففي اي بلاصة غدي نتلقاوه كذلك في سبينيس يعني اي سوبر ماركز غدي نتلقاوه في ذوك الجيهة اللي فيها البيسكوي انواع البيسكوي بالنسبة لطريقة تكسير نتاعو كنكسرو بهالطريقة هادي باش كي بقالينا هاكا مقرمش ما كنحاولوش اننا ننكسروه ارقيق 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 كذلك ممكن اننا نحضروه في البيت لكن انا كنستسهل اننا ننشريه ان شاء الله تحصلوا عليه فكيف ما اذكرت اخواتي اسميتو كريب دونتيل فهدا هو شكين نتاعو وحاولو انكم تاخدو هذا اللي سيكون له نتاعو خفيف ما تيكونش غامق هدا هو البخاليني نتعلم بعد ما خدمتو وعاودتو تحنتو ان شاء الله يعجبكم ويتجربوه ونكون جاوبت على الاستفسارات انتعكم بشأن انتع البخاليني وكذلك الكريب دونتيل او للفيتين وترقبوني في حلويات بهذه المواد هذه الى اللقاء